موسيقى السلام عليكم ورحمة الله بكم إلى هذا العرب الإخبار من الأولى البداية بالعنوية رسالة ملكية إلى المشاركين في المؤتمر البل مليح حول الحوار بين الأديان بمراكج خلال تأكيد من جلالة الملك أن الحوار بين الأديان وتكريس تعايش الإيجابي رافعة أساسية للتجنيب البشرية شرور الفتن والأوجاع والمعاناة موسيقى لجنة من الملاحظين العسكريين من ثمان دول يتابعون منورة عسكرية مبرمجة في إطار تدريبات المغربية الأمريكية المشاركة الأسد الإفريقي لقليم تطن موسيقى والمنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة يحجز تذكرة المرور إلى المربع الذهبي بعد فوزه على نظيره السعودي برسم مطورة كأس العرب بجدة نبدأ من مراكج حيث انطلق تشغال المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان الذي ينظمه تحت رعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان المغربي وتميزت الجلسة الافتتاحية للمؤتمر بتلاوة نص الرسالة الملكية التي وجه جلالة الملك إلى المشاركين والتي تلاها رئيس مجلس واب السيد راشيد الطالبي العالمي لطيفة بن حريمة حسن مسكور وعدني طربي الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وصحبه صاحب المعالي في مستهل الرسالة الملكية السامية أكد جلالة الملك على أهمية هذا المؤتمر الدولي وعلى تفروده من حيث موضوعه وتميزه من حيث نوعية المشاركين فيه مستحضرا جلالته السياقات الإقليمية والدولية التي ينعقد فيها وما يواجهه عالم اليوم من دعوات التطرف والأنانية والكراهية والانغلاق والأعمال الإرهابية التي ترتكب باسم الدين والدين منها بريء إنه لمن المؤسف أن نظل نسمع بحوادث العنف والاضطهاد والقتل بسبب العقيدة الدينية أو المذهبية أو الانتماء الحضاري وأن يصبح العداء للأديان مادة مفضلة من طرف البعض في المزايدات الانتخابية كما نأسف أيضا أن تطبع فضاءات النقاش العمومي بما في ذلك عدد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة ومنابر عمومية مع وصم الآخر بسبب الدين أو اللون أو الأصل مع كل المخاطر التي يحملها ذلك على وعي وثقافة الناس وعلى تأليب الرأي العام وأبرز جلالة الملك أن الصورة القاتمة التي يعيشها العالم اليوم بخصوص سراع المعتقدات لا يمكن أن تحجب الجوانب الإيجابية والمضيئة والمبادرات المقدامة التي تسعى إلى تأزيز جسور التواصل والترسيخ قيم التسامح والتفاهم والعيش المشترك بين مكونات المجتمع الدولي مما سيكون رافعة أساسية لتجنيب البشرية شرور الفتن والأوشاع والمعاناة وفي هذا الصدد نؤكد أهمية إحداث آلية مختلطة ينصق أعمالها لاتحاد البرلماني الدولي وتسعى إلى جعل الحوار بين الأديان هدفاً سامياً مشتركاً بين مكونات المجموعة الدولية ينبغي الدفاع عنه في المحافل الدولية واعتباره أحد معايير الحكامة الديمقراطية في الممارسة البرلمانية ومن مؤشرات احترام التعددية والتنوع الثقافي وشددت الرسالة الملكية على حرص المملكة المغربية المستمر على أن تظل نموذجاً للدولة التي يتعايش على أرضها في أخوة وأمان معتنق الديانات السماوية وذلك وفاء منها لتاريخها العريق في التنوع والتعددية الدينية والتقافية كما أبرزت الحرص الملكي على تأزيز روح الأخوة والتعايش وتعاون والتلاح بين المغربة يهوداً ومسلمين إذا كان الإسلام دين الدولة فإن دستور المملكة يؤكد على أن الدولة تضمن لكل واحد حرية ممارسة شؤونه الدينية وكما نؤكد دائماً وبصفتنا ملكاً للمغرب وأميراً للمؤمنين فإننا مؤتمنون على ضمان حرية ممارسة الشعائر الدينية ومؤتمنون على حماية اليهود والمسيحيين المغاربة القادمين من الدول الأخرى الذين يعيشون على أرض المغرب وأشرت الرسالة الملكية إلى أن المملكة المغربية من بين البلدان المبادرة إلى تأسيس آليات دولية للحوار الحضاري وأخرى لتصدي للإرهاب وتشدد وتطرف وإلى استضافة مؤتمرات دولية لحوار التقافة والأديان إضافة إلى ما حققته المملكة في مجال تدبير الحقل الديني في هذا الصدد نعتز في المغرب بما حققناه في مجال تدبير الحقل الديني وبأداء المؤسسات التي سهرنا على إحداثها لهذا الغرض بما في ذلك تلك المنصوص عليها في الدستور وعلى الخصوص منها المجلس العلمي الأعلى الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوي درءا لأي زغم أو انحراف عن مقاصدها كما يحق لنا أن نعتز أيضا بما تنجزه مؤسسات التأطير الديني التي أحدثناها من أجل نشر قيم الاعتدال والتسامح والعيش المشترك وخلصت الرسالة الملكية إلى أنه بترصيخ حوار منتج بين الأديان والحضارات ستقدم أجوبة على العديد من المعضلات والتحديات التي تهدد مستقبل الكوكب ومصير العيش المشترك وعلينا أمام هذه التحديات توضيف الرسالة الملكية تمثل العالم الذي سنوريته للأجيال المقبلة وتلك مسؤولية البرلمانات والمؤسسات الدينية والنخب المتقفة كما هي مسؤولية الحكومات والمجتمع المدني والإعلام المتقبلها متمنين لأشغالكم كامل التوفيق والنجاح والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وحرر بالقصر الملكي بالرباط في يوم الجمعة عشرين للقعدة 1444 هجرية الموافق 9 يونيو 2023 محمد السادس ملك المغرب الله يبارك عمر سيدي المؤتمر البرلماني الدولي الذي ينظمه والاتحاد البرلماني الدولي والبرلمان المغربي يلتأم بمراكش تحت الشعار الحوار بين الأديان التعاون من أجل مستقبل مشترك محفل يعرض لجهود متواصلة يبذلها أمير المؤمنين جلالة للملك حفظ الله خدمة للسلم والتعاون ما يكرس ريادة المملكة في فن العيش المشترك ويقدم نموذجا متفردا للحوار والتعايش أمين علام أعضاني طهراوي ومحمد حسان مسكور باستضافتها لأزيد من 800 مؤتمر ضمن فعالية المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان من بينهم برلمانيون شخصيات دينية وزنة ورؤساء مؤسسة تشريعية ومثلوا الهيئات الدينية والمنظمات المعنية بالشأن الديني وحوار الثقافات تؤكد المملكة المغربية مرة أخرى انخرطها في تعزيز التعددية الثقافية والدينية نعيش في عالم صغير جدا حيث الناس لديهم ثقافات مختلفة من الشمال إلى الجنوب ومن كل بقاع العالم يجب علينا أن نتعايش معا بكل احترام وتقدير نلتقي هنا بمراقشة جميلة ممثلوا كل برلمانات العالم سياسيون ديبلوماسيون رجال دين لنبين أننا إخوة اليوم يجتمع مئات البرلمانيين من كل القارات حضروا حتى يقفوا ويطلعوا على ما التزم به المغرب من توجهات إنسانية ذات دلالات كبرى حيث يتعايش العالم أجمع بكل أطيافه ظرفية صعبة يعيشها العالم تواجه فيها البشرية تحديات جسام وبالتالي فإن هذا الملتقى مناسبة لنقاش وتبادل الآراء لوضع مقاربات تحدد طبيعة العلاقات التي ينبغي أن تجمع أتباع الديانات المختلفة وتمكنهم من بناء عالم يسوده الوئام والسلام والاحترام المتبادل من أرض المغرب لمختلف دول العالم والعالم أجمع بأهمية التسام وأهمية التعايش والدور العربي والإسلامي التي تقوم به المملكة المغربية طبعا نحن كبرلمان العربي ندعم هذه المظامر التي أتت في خطاب جلالة الملك حفظ الله ورعاه أريد أيضا أن أشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس على اشتغاله مع برلمانات العالم لإنجاح هذا الملتقى البارز لقد قلت هذا مرارا وتكرارا هذه مسؤوليتنا معا بصفتنا برلمانيين ومواثليا منظمات المهتمة بالشأن الديني البرلمان هنا لسن القوانين وهذه القوانين توجد لخدمة المواطنين ورجال الدين لذا يجب علينا أن نجد طريقة للعمل معا مثل هذه اللقاءات التي تحتضنها المغرب وأيضا احترام العالم لهذه الرؤية الملكية وأيضا ثقافة الشعب المغربي بصورة عامة احتضان مثل هذه المؤتمرات والتجاوب يعني أكثر من ستين دولة وقد يكون العدد يفوق ذلك هذه تعتبر رسالة خيط رفيع تلتقي فيه المملكة المغربية التي تدعم باستمرار الانفتاح والتسامح وتحتضن منذ فترة طويلة ملتقيات وحوارات بين مختلف الأديان واللقاء فضاء آخر لاستشراف فرص العبل المشترك للسير قدما نحو بناء مجتمعات أكثر سسامحا وسلاما التمرين المشترك المغربي الأمريكي الأسد الإفريقي في نصحة 19 متواصل وهذه المرة بطنطان حيث تابعت لجنة من الملاحظين العسكريين من ثمان دول مناورات هدفها تعزيز قدرات التدخل في إطار متعدد الجنسيات وتقوية قدرات الجيوش المشاركة لمواجهة مختلف تحديات الأمنية بما يضمن الأمن والاستقرار الإقليمي أيات السرتي وعبد الرحيم حاجي لجنة من ملاحظين من دول شقيقة وصديقة تابعت مناورات الأسد الإفريقي هنا بالطنطان حيث قادت قوات من الجيش الأمريكي ونظيراتها من القوات المسلحة الملكية مناورات تحضيرية اعتبرت بأنها مهمة وذلك استعدادا للمناورة الرئيسية التي ستقام يوم الجمعة انطباعي حول هذه العملية جيد جدا كما تبعتم لدي خلفية جد مهمة في المجال العسكري ولدي خبرة كبيرة أيضا عن ما يدور هنا جئنا إلى هنا منذ يومين المشاركة ضمن هذه التمارين الأمر كان في غاية الدقة والنجاعة لقد اكتسبنا أفكارا وخبرة عن العمل كمجموعات في وجه نفس العدو مناورات تروم تحسين مهارات جميع الوحدات المشاركة وتحسين قابلية التشغيل البيني والقدرة على العمل والتعاون حاليا ومستقبلا في إطار الشراكة الاستراتيجية الهامة التي تجمع المغرب والولايات المتحدة الأمريكية المغرب شريك عسكري مهم هذه التمارين ستمكننا من العمل سويا بشكل أفضل لهذا فهي أولوية بالنسبة لنا ونحن سعداء دائما بالقدم إلى هنا نحن نعمل على التعاون سويا وعلى إمكانية دعم بعضنا البعض عسكريا وتبادل الخبرات فيما بيننا والعمل أيضا كفريق واحد في ساحات المعارك لقد كان الأمر مثيرا للاهتمام لم تتحلي فرصة زيارة المغرب من قبل هذا التمارين شكل مناسبة مهمة لتعرف على إمكانات القوات المسلحة الملكية المغربية والتعاون بيننا في المجال العسكري موعد سنوي إذن يساهم في توطيد التعاون العسكري المغربي الأمريكي وكذا تقوية التبادل بين القوات المسلحة لمختلف البلدان خدمة للأمن والاستقرار بالمنطقة برباط ورشة عمل محورها التعميم وتنفيذ الفعال لاتفاقية الأسلحة البيولوجية بمنطقة شمال إفريقيا مناسبة لتبادل تجارب ناجحة والتشاور حول كيفية تطبيق هذه الاتفاقية التي وقع عليها المغرب عام 72 تسعمائة وألف سيهان بوخليفي ونوردين صابير منذ توقيعه على اتفاقية حضر الأسلحة البيولوجية لم يتدخر المغرب جهداً في تطوير شراكته وأبحاثه كفاعل محوري على المستوى الإقليمي وكذلك الدولي من أجل تنفيذ الفعال لبنود هذه الاتفاقية المغرب من بين الدول التي تعمل بجد في هذا الميدان تشتبين بأنها دولة كتسعى دائماً للسلام ونزع السلاح السلاح الذي يكون خطير على الإنسان خاصة أن تستعمل لأغراض غير سلمية المملكة المغربية لعبت دوراً ريادياً خلال السنوات الأخيرة على مستوى تطبيق اتفاقية الأسلحة البيولوجية على المستوى الإقليمي وأيضاً العالمي وهذه الورشة تضم مجموعة من الدول المنتمية لشمال إفريقيا بهدف تبادل تجارب الفضلة حول تطبيق هذه الاتفاقية وبنودها خلال هذه الورشة وبحضور عدد من دول شمال إفريقيا تباحتت الأطراف المشاركة كيفية تعميم وتنفيذ اتفاقية نزع السلاح البيولوجي في إطار تعاون دولي مشترك تعزيز إمكانيات الدول تحت التطور النامية يجب أن تكون عالية حتى تتمكن من مراقبة كل ما عندها من المواد الخطيرة وبيولوجية وهذه بكل تأكيد تنعكس على صحة العالم أجمع لأنه هو اهتمام عالم وليس اهتمام محلي فقط على مدى ثلاثة أيام الاجتماعات ستشكل فرصة لتبادل الخبرات والتنفيذ الفعال لاتفاقية نزع الأسلحة البيولوجية التي تشكل أسلحة ضمار شامل تهدد البشرية والكائنات الحية في شتى أنحاء العالم إلى العاصمة سنغالية دكار حيث انطلقت أشغال المتدى الدولي لتمويلات الإسلامية محور النقاش فرص وتمويلات الإسلامية في قطاع الطاقة وسبل تعزيز الاكتفاء الذاتي من الغداء إبراهيم الهريم وحسين قيس وإيسو الشرقي التمويلات الإسلامية هو دورها في تعزيز النمو الاقتصادي في غرب أفريقيا هو شعار النسخة الثامنة من المنتدى الدولي للتمويلات الإسلامية المنعقد في دكار السنغال بلد رائض في إنتاج المواد البترولية والغازية لكن في نفس الوقت هناك تحدي كبير يتعلق بالسيادة الغذائية وهو ما شكل موضوع ندوة دولية كبرى احتضنت السنغال مؤخرا وبالتالي فإن هذه الندوة تشكل مناسبة لرفع مختلف هذه التحديات أخذا بعين الاعتبار الفرص التي تتيحها التمويلات الإسلامية التي تقدر قيمتها بأكثر من 4000 مليار دولار مع معدل نمو يبلغ 2% وهو أمر استثنائي وهو ما يحتم على دول غرب أفريقيا عدم توفيت الفرصة للاستفادة منها حسب مسؤولين نريد أن نؤكد على ضرورة تنزيل بنود جميع الاتفاقيات الموقعة في هذا الإطار والمتعلقة ببرامج المواكبة التقنية من أجل خلق بيئة مناسبة تسمح بدمقراطة الولوج إلى التمويلات الإسلامية وهو ما سيسمح بالسفادة أكبر عدد من دول غرب إفريقيا كالكاميرون والنيجر ومالي الوزير الأول السنغالي أبرز أهمية التمويلات الإسلامية في الدفع بعجلة التنمية الاقتصادية وخلق فرص العمل والارتقاء باقتصادات دول غرب إفريقيا دول غرب إفريقيا تطور مختلف أشكال تمويلات خصوصا تلك التقليدية أو كذلك الخضراء كل ذلك بهدف الاستجابة لانتظارات الشعوب المنطقة وهنا يجب التأكيد على أن التمويلات الإسلامية تقدم ميزات خاصة بحكم الدين الإسلامي الذي يعتنقه الغالبية الكبرى وهذا النوع من التمويل يقدم حلولا تتماشى وتطلعات المواطنين النسخة الثامنة من هذا المنتدى شكلت فرصة للمستثمرين من العالم للاطلاع على فرص الاستثمار وتبادل الأفكار مع نظرائهم في السنغال بأجادير ندوة دولية حول موضوع قروض الشرف في خدمة حاملية المشاريع والتنمية المحلية الندوة تعرف حضور العديد من المنتخبين والمسؤولين والمتمين ومتتبعي الشأن المقاولة والتنمية المجالية من داخل المغربي وخارجه فرح السعب والمؤتصين بالله المؤسسين لليوم الثاني على التوالي تتواصل بمدينة أجادير أشغال هذه الندوة الدولية التي تشارك فيها خمس وعشرون مقاولة من ست دول إفريقية من ضمنها المغرب إضافة إلى فرنسا الندوة تهدف إلى عرض التجارب المقاولاتية الناجحة في مجال تمويل مشاريع الشباب قروض الشرف بدون ضمنات بدأت تتطور في فرنسا منذ ثلاثين عاما ونعمل منذ حوالي أقدا من الزمن على نشرها في باقي دول العالم وهو ما نجحنا فيه فعلا هذه الندوة التي يحضرها العديد من المنتخبين والمسؤولين والمهتمين بالشأن المقاولاتي والتنمية المجالية من داخل المغرب وخارجه ستعرف توقيع اتفاقيات شراكة بين مجموعة من المؤسسات احتفت الجمعية المغربية لمحترفية تبريد باليوم العالمي للتبريد بتنظيم تظاهرة شاركت فيها فعاليات ومهني قطعية تبريد وخبراء محليون ودوليون لمناقشة تحديات ورهانات القطاع المستقبلية ومستجداته حسن زاكي ومستفاوت حول شعار التبريد في خدمة المستقبل التفامها نيو قطع التبريد للاحتفال باليوم العالمي للتبريد وي مناسبة ناقش خلالها آليات تعزيز الممارسات الجيدة للتبريد وتقوية المهارات التي تواكب التطورات التكنولوجية والتشريعية التي يشهدها القطع القطعنا شهد التطورات مهمة في السنوات الأخيرة يجب مواكبتها سواء من ناحية التكنولوجية أو التشريعية خصوصا بعد مصادقة المغرب على بروتوكول موريال وسيكون لنا بفضلها شهادة سيتم وضعها فضلا عن التقنية الجديدة التي شهدها سوق المبردات حيث سنطلع المهنيين اليوم على خصائصها ثلة من الخبراء الوطنيين والدوليين تدارس خلال هذا اللقاء مع المهنيين والفاعلين بالقطاع رهاناته وتحدياته المستقبلية محليا وقاريا التبريد شيء مهم بالنسبة للحياة المعاصرة حيث لا يمكننا اليوم العيش بدون قطاع التبريد والذي هو أساس صناعة الأغذية وهو أمر مهم بالنسبة لإفريقيا وتطوره سيسمح ليس فقط بتأمين الغداء للأفريق بل بتوظيف الشباب هذه أول مرة أحضر لفعاليات هذا الملتقى شاركت في النسخات السابقة عن بعد ومن الرأي أن ألتقي شخصيا مع الفاعلين في قطاع التبريد بالمغرب للتأكيد على ضرورة زيادة الوعي بأهمية التبريد في الحياة العصرية اللقاء شكل مناسبة للإشارة إلى التحولات الطاقية المهمة التي حققها المغرب في السنوات الأخيرة ودورها في مواكبة التطورات الحديثة للمبردات الجديدة الصديقة للبيئة وكذا أحدث الابتكارات في هذا المجال لمناسبة موسم الحج تم تنظيم لقاء تواصلين بطابع إرشادي توجيهي لفائدة عددين من المواطنين المقبلين على أداء مناسك الحج يسير العمراني ومحمد ناصري هي دورة تكوينية لفائدة المقبلين على أداء مناسك الحج لهذا الموسم بهدف تمكينهم من القيام بهذه الشعيرة الدينية على أكمل وجه الدورة التي تندروها الحجاج عبارة عن تقديم عملية الحج تنظر على المسائل التي هي تقنية بالنسبة للصفر ديالهم وبالنسبة للمسائل الدينية تكونوا مؤثرين ديال الوكلة اللي تمشون مع الحجاج وتكونوا المؤثر ديني اللي تهدر على كل ما هو يعني مراحل ديال الحج مما فيها العمر تمتع العمر اللي تدخلوا بها إلى غاية الحج إلى غاية زيارة المدينة المنورة إلى العودة إن شاء الله بحاول الله وعملية التأطير تعتمد على خلق جو روحاني يركز على الجانب النفسي التوعوي والجانب الوجود الوجداني للحج حتى يكون حاضراً في حجه ويعلام جميع المعلومات من أركان وواجبات وسنان المشاركون في هذه الدورة عبروا عن استحسانهم لهذه المبادرة التي تتضمن جوانب عدة تسمح بتسهيل أداء المناسك في أحسن الظروف بالبقاع المقدسة الترس مهم لأننا تعطيك واحد المعلومات لأننا نحتاجه بزاف في الصفر ديالنا من المغرب حتى شاء الله الضيار السعودية وهذا الأمر شاء الله اليوم نعرفك عن الأمور من الأول حتى الأخر ديالها وقد مكنت هذه الدورة من تعريف الحجاج بمختلف مناسك الحج مع الإجابة على أسئلتهم واستفساراتهم لتسهيل أداء هذه الفريدة وردوة علمية برباط جمعت ثلاثاً من أساس ذاتي العلوم القانونية والاقتصادية من مختلف الجامعات المغربية ناقشوا التحولات الاقتصادية والاجتماعية التي يعرفها المغرب ودور الجامعات المغربية في تطوير جودة التكوين والبحث العلمي سكين الهاشمي محمد أمين عموري ونوردين أملال كليات الحقوق بالمغرب أزيد من نصف قرن من الزمن بنيات علمية وبحثية في العلوم القانونية كانت ومتزال فضاء مفتوحاً للبحث والدراسة والعلم والتفكير في هذه الندوة الوطنية حول موضوع كليات الحقوق أفقاً للتفكير مقاربات علمية وفكرية متعددة الأبعاد لتقييم التجربة من البدايات إلى اليوم وبحث أدوار الجامعة المغربية في تخصصات الحقوق واستقراء وظائفها الرمزية والقيمية الهدف الأساسي هو البحث في إمكانية مدى تكييف هذه المؤسسات أي كليات الحقوق مع جميع المستجدات سواء كانت مستجدات وطنية أو مستجدات دولية والغرض من هذا النقاش هو محاولة تأهيل هذه المؤسسات لتلعب دوراً فاعلاً يتجاوب مع متطلبات المجتمع والاقتصاد الندوة تطمح إلى جعل كليات العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية موضوعاً للتفكير العلمي الرسين بعيداً عن الكثير من الأفكار الجاهزة حول التعليم العالي عموماً وكليات الاستقطاب المفتوح على وجه الخصوص وبحث الأليات الكفيلة بتطوير نموذج جامعي يواكب التحولات المجتمعية والتحديات الراهنة نريد اليوم أن نتسأل ما هي مكانة هذه الكلية ما هو التمتل الذي تقدمها هذه الكلية الآن الطلبة والباحثين والمجتمع والمغاربة عموماً ما هي طبيعة الوظائف والأدوار المنوطة بها هل لا تزال هذه الوظيفة منطر عليها أن تجيب على نفس التساؤلات وأن تواجه نفس التحديات التي كانت تواجهها في مرحلة معينة اللقاء تناول بعض المقترحات بغية الإثام في الارتقاء بجودة كليات الحقوق من ضمنها إعطاء أهمية أكبر لنماذج التطبيقية وضبط مناهج البحث واكتساب أدوات التحليل للنصوص القانونية والتشرعية والإفتاح على المحيط الاجتماعي والثقافي والسياسي والحقوقي والاقتصادي في رياضة المنتخب المغربي لكرة القدم داخل القاعة يواصل مسيرة تألق في بطولة كأس العرب المقامة بجدة ويحجز ورقة العبور إلى دور النصف عقب فوزه على شقيقه السعودي محمد بن تركا المنتخب الوطني للفوتسال واصل مصره لا فيث ضمن فعاليات كأس العرب لكرة القدم داخل القاعة فبعد مشواره المميز في دور المجموعات جاء الدور على منتخب البلد المستضيف المملكة العربية السعودية في دور الثمانية منتخب أسود القاعة دخل مباشرة في صلب الموضوع إذ افتتح التهديف بكرا وحسب المتتبعين لهذه الدورة فمنتخبون الوطني ورغم الغيابات البارزة في صفوفه يبقى المرشح الأقوى للحفاظ على اللقب العربي وبطريقة لعب سلسة وساحرة لأبناء الإطار الوطني هشامد جيد المنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة واصل عروضه القوية وهز شباك منتخب السعودية في أربع مناسبات لينتهي الشوط الأول مغربيا وبرباعية نظيفة ومع مطلع الشوط الثاني سيتمكن منتخب الوطني لكرة القدم داخل القاعة وباستحقاق للمربع الذهبي أن سلعيان كان رجل المباراة وبامتياز وتم اختياره كأحسن لاعب في هذه المباراة في صفحة الفن الأوركسترا تعزف والجمهور يغني ويستمتع تجربة فريدة تلقى إقبالا متزايدا بالمغرب الفنان المايسترو أمين بوتشار أحيى اليوم حفلا بمصرح محمد الخامس بالرباط ومعه الجمهور الحاضر بحسه الفني والذي أعطى رونقا خاصا لأمسية فنية استثنائية وداد المساوي عدنان هراس ونوردين أملال فقارات موسيقية صدحت بأصوات وألحان لإبراز مقطوعات الفنان المايسترو أمين بوتشار تضمنت مسجا متجانسا شارك في إحيائه الجمهور المتعطش للموروث المغربية والشرقي الذين سافر به إلى عوالم خالدات الطرب بمختلف تجلياته الهدف هو إعادة إحياء الطورات الموروث التقافي المغربي والعربي والشرقي بصفة عامة الحمد لله لسواعي دينا لقى نجاح كبير في المغرب الساعة أنغام موسيقية بألوان مختلفة عازفها موسيقيون بأسلب متنوعة لضبط إقاعات النسيج الصوتي المحكم بأوصاف الأصالة لأغاني الرواد الآن الحوال الجوية في تقرير ليلة أغبر أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا في النشرة الجوية تتوقع مدرية الأرصاد الجوية الوطنية في نشرة اندارية خاصة من المستوى البرتقالي ارتفاع في درجات الحرارة حيث ستتراوح ما بين 37 درجة و 42 درجة وذلك ابتداء من يوم الخميس وإلى غيات يوم السفت بكل من بني ملال وارتباطا بهذا يتوقع بحول الله تكون صحب منخفضة بالسواحل الوسطى وكذلك بشمال الأقاليم الجنوبية مع سماء قليلة صحب إلى نسبيا غائمة بمرتفعات الأطلسة تعطي بعض الزخات المدرية لبقي المناطق الأخرى سماء قليلة الصحب إلى صافية درجات الحرارة ستعادل 31 درجة بمدينة وجدة 30 درجة بمدينة طنجة 27 درجة باريباط 25 درجة بأدر البيضاء 29 درجة بلغويرة حالة البحر سيكون البحر بالواجهة المتوسطية وكذلك بالبغاز هذا إلى قليل الهيجان ما بين الصويرة وطنطن سيكون هائج إلى قوي الهيجان بعلو سيصل إلى ثلاثة أمتار ويبقي السواحل سيكون البحر قليل الهيجان إلى هائج بعلو مترين وخمسين سنتيمتر شكرا لتابع المتابعة وعود إلى بلاتو الأخبار وصلنا إلى ختام هذه النشرة وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها رسالة ملكية إلى المشاركين في المؤتمر البرلماني حول الحوار بين الأديان بمراكج خلالها تأكيد من جلالة الملك أن الحوار بين الأديان وتكريس تعيش الإيجابي رافعة نساسية لتجنيب البشرية شرور الفتن والأوجاع والمعاناة بإقليم طنطن لجنة من الملاحظين العسكريين من ثمان دول يتابعون منورات عسكرية مبرمجة في إطار تدريبة المغربية الأمريكية المشتركة للأسد الإفريقي والمنتخب الوطني لكرة القدم داخل القاع يحجز تذكرة المرور إلى المرضع الذهبي بعد فوز على شقيق سعودي برسم بطولة كأس العرب بجدة شكرا وفائكم وإلى لقاء ترجمة نانسي قنقر مرحبا ترجمة نانسي قنقر